تخيل أن لديك تلفزيوناً يعرض لك كل ثقافات العالم كل أفلامه، مسلسلاته، رياضته وأخباره مباشرةً من غرفة معيشتك أو مجان مئة في وفلسيماه؟ يبدو حلماً، لكنه واقع الجميع يتكلم عن نتفليكس وديزني وكل منصات البث المدفوعة لكن هل تعلم أن هناك كنزاً مخفياً على الإنترنت يمنحك أكثر من فرعتين مئلة في قناة تلفزيونية مجانية؟ من كل دولة يمكنك تخيلها هذا الكنز اسمه IPTV.org والجزء الأهم كل شيء هنا قانون تماماً حلاً لأنه مشروع غير ربحي مبني على مجهود وتعاون مستخدمين مثلي ومثلك يجمعون أفضل القنوات المجانية المفتوحة على الإنترنت ويصنفونها لك طريقة الاستخدام لا يمكن أن تكون أسهل كل ما تحتاجه هو ثلاث خطوات الخطوة الأولى تروح على موقعهم وتختار من بين عشرات القوائم المصنفة عايز قنوات عربية؟ موجودة عايز قنوات أوروبية للأفلام؟ موجودة حتى قنوات للأطفال والرياضة والوثائقيات كل شيء مرتب ومجهز لك الخطوة الثانية تحمل ملف القائم اللي اخترته هذا الملف صغير جداً وبيحتوي على كل عنوين القنوات الخطوة الثالثة والأخيرة تفتح ملف التشغيل على أي برنامج تستخدمه مثل وحدة VLC مع والشهير أو دوا كوديون أو وحدة بليكسادي وفي ثواني بتكون شغال شهد على حاسوبك لقطة شاشة حقيقية لبرنامج VLC وهو يعرض قائمة القنوات العربية من IPTV أورج السؤال اللي بيدور في دماغك دلوقتي إيه كاتش؟ إيه السعر؟ والإجابة مفيش كاتش والسعر هو زيره؟ مجاني؟ ومفتوح للجميع هل هي آمنة؟ أيوة لأنك مش بتدخل على سيرفرات خاصة كل القنوات مصدرها البث المفتوح القانوني على الإنترنت هما بس وفروا لك عناء البحث فبدل ما تدفع مئات الجنيهات أو الدولارات كل شهر عندك بديل أقوى ومجاني جربوا النهاردة وقل لي رأيك الرابط موجود في أول تعليق تحت الفيديو مع شرح مفصل لأفضل برامج التشغيل اشتركوا في القناة وليك للفيديو تظهر على الشاشة لا تنسى تضغط على زر اللايك والإشعارات عشان وصلك كل جديد شكرا لمشاهدتك وأراكم في الفيديو القادم